إخواني هناك مسألة خطرة جداً وهي مسألة التفكيك بين النبي وأهل بيته عترته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه منطق عمر كما في جداله مع الزهراء عليه السلام هو هذا المنطق منطق التفكيك بين النبي وبين عترته الزهراء جاءتهم تحكم بحكم تطالب بشيء تفتي بشيء فيخالفونها ليش تخالفونها المفروض ما تخالفونها لأن حكمها حكم النبي فتواها فتوى النبي أمرها من أمر أبيها صلى الله عليه وآله فلماذا تخالفونها؟ يقولون لا إحنا نفكك النبي من خالفه مع أنهم خالفوه في بعض الموارد كما تعلمون النبي من خالفه ولكن الزهراء نخالفها علينا أمير المؤمنين نخالفه الحسن والحسين نخالفهما هذه مسألة خطرة هذا اختلال خطير في الاعتقاد الإسلامي المسلم هو من لا يفكك بين رسول الله وبين الأئمة من عترته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم لا تفكيك كلهم واحد هذه نتيجة طبيعية لكل الأدلة الشرعية منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يغضب يرضيها ما يرضيني ويغضبها ما يغضبني مثلا ما معنى هذه العبارة هذه العبارة ينبغي أن تكون بحثاً للمتفقهين والمتعلمين ينبغي أن يفهموا من هذه العبارة أن أمر الزهراء هو أمر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفكيك بضعة جزء من النبي والنبي حدد قال أي شيء يرضي الزهراء يعني أنا عنه راضي أي شيء يغضب الزهراء يعني أنا عنه غاضبا فإذا الزهراء يرضيها هذا الحكم إذن هو لا شك حكم رسول الله وهو حكم الله إذا الزهراء يغضبها ذلك الحكم الحكم الذي جاء بي أبو بكر وعمر إنها معاشر الأنبياء إلى نورث مثلا أغضبها هذا الحكم وقالت ما كان هذا حكم رسول الله مو حكم أبي هذا أفحكم الجاهلية تبغون هذا حكم الجاهلية مو حكمنا هذا مو حكم الإسلام ولا أهل بيت رسول الله ولا حكم رسول الله ولا حكم القرآن أغضبها هذا الحكم إذن لا محالة هذا الحكم مغضوب عند رسول الله صلى الله عليه وآله ليس حكم الله إذن ما يحق لك تفكك لا يحق لك أن تفكك بين رسول الله وبين أهل بيته الطاهرين عليهم والسلام حكمهم واحد التسليم لهم واحد هذه نتيجةٌ طبيعية لعشرات الأدلة الشرعية لما النبي مثلاً صلى الله عليه وآله يقول حسينٌ مني وأنا من حسين أحبَّ الله من أحبَّ حسينًا حسينٌ صبطٌ من الأصباط مصباحُ الهدى وسفينةُ النجاة إذن حكم الحسين هو حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحق لك تفكك ما يصير تقول أنا من النبي أقبل من الحسين ما أقبل هذا كفرٌ جاهلية هذه مسألة خطرة هذه مسألة التفكيك وأول من بدأها رموز السقيف عليهم لعائن الله وعذابه حاولوا التفكيك بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه